اليوم بدنا نحكي عن الكرومة كي والمؤثرات البصرية هل المعظم منكم بيعرف ان الكرومة اللي هي هاي الشاشة الخضرة او الاخرين لكن في فرق بينهم صراحة الكرومة هو اسم معناه لون فهذا الكرومة تاعه اخضر الكرومة ازرق الكرومة اصفر الكرومة احمر عادي كرومة لون هيك معناها الكرومة كي او كرومة كيينج هي عملية هي فعل بتساعدك على تفريغ المنتج او الموديل من الخلفية اللي هو موجود عليها حتى تحط خلفية ثانية خلينا ناخد مثال بسيط انا عندي هذا المنتج حاليا هي اخذت له صورة مثلا وبيدي اقصه من خلفيته وباخد بس المنتج بعدين بجيب خلفية ثانية وبحطها عنده فهيك احنا عملنا اشي اسمه كومبوزيتنج الكومبوزيتنج اللي هو تركيب صورتين كل واحدة بمكان وزمان مختلف بس ركبناهم فوق بعض هلا ممكن نضيف عناصر ثانية على المشهد او على الصورة لكن التركيز بيكون عادة ع هذول الشغلتين في عنا اكثر من طريقة للتفريغ الموديل او الوبجيكت عن الخلفية اللي هو موجود فيها فعندي هاي الصورة انا بدي اشيل خلفيتها بدك تروح على الحواف تمحي بايدك الحواف وتكب اي اشي ثاني فطريقة الاولى للتفريغ بالصورة اللي هي دليت عادي اراز انك تمحي الخلفية هلا بالفيديو الموضوع شوي مختلف لانه الفيديو هو عبارة عن مجموعة صور هاي الصور بنسميها فريمات فانا بده اروح على كل فريم افرغ الصورة وهي عملية مجهدة جدا ومتعبة لكن هي اعلى كواليتي بهاي الحالة بنسميها روتو سكوبينج الروتو سكوبينج هو عملية تفريغ الفريمات يدويا من خلفيتها طيب هاي مشكلة وهاي ضيع وقت شوفي حل اسهل الالطريقة الثانية عاد عن الروتو سكوبينج بالفيديو او بالفوتو اللي هو اشي اسمه التفريغ عن طريق اللون واللي هو كروما كيينج او كروما كي ايش يعني التفريغ عن طريق اللون بروح على البرنامج اليديتينج وبحكيله اذا انت شايف لون اصفر في المشهد حدد اللون الاصفر واحذفه عادة احنا بنستخدمها مشان نفرغ الخلفية فضروري جدا انه الخلفية تكون مختلفة عن الموديل اللي موجود قدام فبحالتي انا مثلا ما بقدر استخدم اللون الاحمر او الاصفر او البرتقالي كخلفية الي لانه رح يتفرغ لون بشرتي محها شو الحل اختار اكثر لون بعيد عن اللون اللي انا لابسو عن لون بشرتي اللي هي الالوان الباردي ممكن تكون اخضر او ازرق بهاي الحالة لما نستخدم الخلفية وتكون لون اخضر نسميها green screen او green background واذا كانت ازرق blue background عادي فبتحكي لبرنامج اليدتينج انه اختار اللون الاخضر لوراي واحذفه طب اذا كان عندي انا المنتج لونه اخضر زي هذا المنتج ما بنفقد تحط وراه green screen شو المشكلة اللي بتصير لو حتيت وراه خلفية خضرة صعب جدا برامج اليدتينج تميز الفرق بينه وبين الخلفية فهيك رح تفرغه مع الخلفية وهي مشكلة شو الحال تختار اكثر لون بعيد عن لون المنتج اذا لون اخضر ممكن استخدم اللون الاحمر او عادي لون اصفر فانا لما تكون هاي هي الخلفية ولاحظ انه هاي شريط التنظيف يعني بس ممكن اخليها خلفية وبرامج اليدتينج ممكن تتعرف على الخلفية بسرعة وتحذفها الموضوع بالصورة سهل جدا ممكن انت تفرغه بسهولة يعني الصورة قد بده تاخذ منك وقت حتى تفرغه من الخلفية ساعة مش مشكلة بس الفيديو ما في طريقة تفرغه لانه فيه حركة فانا اذا بدي احرك ايدي ووراي اخضر اذا بدي عملها روتسكوبينج هاي بدي وقت جدا جدا طويل فالافضل انه انا استخدم الكروما كي طيب يليو خلص فهمنا انه الخلفية مش ضروري تكون لون اخضر وازرق ممتاز طيب ليش مستخدموا الاخضر والازرق اصلا هلا اذا كان المشهد يتضمن موديلز او لون بشرة كما بنفع يكون لون الخلفية من لون البشرة لانه راح يتفرغوا مع بعض فبختاروا اكثر لون بعيد عن لون البشرة اللي هو يا الاخضر يا الازرق الاخضر هو اكثر استعمالا في اكثر من سبب واحد منهم اللي هو قلة لبس الموديلز او الممثلين للون الاخضر يعني كم فيلم احضرت بيكونوا لابسين فيه لون اخضر نادرا ما تلاقيه وعادي جدا تحضر مسلسل كامل فيش فيه ولا لون اخضر باللبس عادي ممتاز السبب الثاني اللون الاخضر منشان تضويه انت محتاج كمية قليلة من الاضاءة لانه البرايتنس تاو عالي وشفنا بالفيديو الماضي انه اللون الاخضر بنص الطول الموجي فاللوميناس او البرايتنس تاو جدا جدا عالي فانت ممكن بضوه صغير تضوي خلفية خضرك كاملة السبب الثالث التصوير الخارجي ما بقدروا يستخدموا البلو سكرين لانه فيها من لون السماء فممكن تروح لون السماء مع البلو سكرين السبب الرابع وهو الاهم بوقت كاميرات الدجيتال الحالية السنسور اللي موجود حاليا بالكاميرا المستشعرات فيه بتستقبل اللون الاخضر الضعف عن اللون الازرق والاحمر وهذا السبب انه السنسور اللي موجود بكاميراتنا حالية مصمم على طريقة من سميها باير باتن باير باتن بيوزع السنسور او الاضاء بالسنسور كل بيكسل فيه بتتقسم لأربع مربعات مربع بستقبل اللون الاحمر ومربع بستقبل اللون الازرق مربعين بستقبل اللون الاخضر السبب الخامس وهذا صراحة من تجربة الشخصية يعني ما لقيت حدا بشرح عنه لما تكون انت بمساحة صغيرة ويكون اللون الأخضر وراك الجرين سكرين الجرين سكرين إشعاها كثير قوي فبتلاقي اللون الأخضر عم بدخل على الموديل من قدام فبتلاقي هيك فيه لون أخضر داخل عبشرة وعائدين فأنا بالنسبة إلي بالستوديو تاعي بفضل استخدم الخلفية الزرقة لأنه المساحة عنده صغيرة على المساحة الكبيرة يستخدم الخضرة براحتك لكن المساحة صغيرة يفضل للأزرق مشان اللون ما يدخل عليك رح نحكي بفيديو لاحق عن طريقة الإضاءة الصحيحة للكرومة وشو السيتاب اللي بدك تجهزه وكيف ممكن تفرغها بطريقة صحيحة لكن كان هدفنا لليوم نعرف إيش معنا الكرومة كي والجرين سكرين وإيش استخدماتها بالمؤثرات البصرية وبالكمبوزيتينج أتمنى أن تكونوا استفدتوا حبايبي بس على السريع بدي أذكر بالخير استاذي خليلي الشويش الله يرحمه مشكور هو كان سبب بهاي المعلومات أعطانا ورش بزنك وشرحنا التاريخ حلو جدا تشوفوا كيف بلشت الكرومة كيف بلشت من شاشة سودا ومن ساحر اسمه جورج مليز مشكور على جهوده إن شاء الله أكون على القدر الكافي من الأمان إنه أوصل المعلومات اللي أوصل لنا إياها حبايبي إذا عندكم أي أسئلة أو استفسرات أو مصطلحات حابين نحكي عنها المرات الجاية تقدروا تبعثول على الفيسبوك وإنستجرام ليو دوت حماتي واتذكروا دائما أن كل شخص فيكم مبدع بس بطريقته الخاصة أعطيكم العافية